لكن هناك كلام كثير ببعضمة لسانه حتى لا نتهم بإثارة الاحتقام أو حتى لا نثير الاحتقام لأن دي الكلمة الجاهزة عشان كده ما يخص الأهلي من أراء أو حقوق نراها تحكمية مش هيكون رأينا رأينا في قناة الأهلي فيما يخص القرارات التحكمية هو رأي بالتأكيد مجروح مجروح ولن نستعين برأي لخبير التحكيم في القناة كابت النصر عباس لأن من الطبيعي جدا أن الرأي يبقى مجروح أو على الأقل لدى البعض مش موضوعي ربما عشان كده هنروح لقنوات أخرى زميلة وهنروح لخبراء تحكيم آخرين بيشوفوا الأخطاء التحكمية اللي حصلت مع الناد الأهلي أكثرها وأهمها إثارة للجدل كان في مباراة الأهلي وطلع الجيش وعايز أقول لكم إيلا حصل كابتن محمود باسيوني حكم فار ودي رواية لشهود عيان الناس في عربية التلفزيون طبعا متداول على السوشيال ميديا وفي كل الصفحات والمواقع تسريب صوتي أكيد حضراتكم أو فيه كتير منكم شافوه أو سمعوه بيكشف أن الناس اللي قاعدة في عربية التلفزيون بتتكلم على أنه الكرة بتتعادى هي جونة هي دي جونة هي لما استدعي أو عرضوها للكابتن محمود باسيوني حكم الفار شهود العيان قال لك الرجل كان بيتفرج وهو بمنطلع عصبية ومش عايز يحتيس به خلاص 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 ما عدتش ما عدتش ما عدتش وهو خارج في الممر بين الشطين في أربعة خمسة من أعضاء النادي الأهلي اللي مسجل أسمعهم في كشف الحضور ومعهم أحد الزملاء من القناة كانوا على الصور فشافوا الكابتن محمود باسيوني خارج رايح على قط الفار يبدو أنه كان راح لكابتن إبراهيم نوردين بين الشطين لأن الكرة كانت مصيرة للجدل والحالة العصبية اللي هو راجح بيها كشفت أو كشف عنها كلامه مع أعضاء النادي الأهلي اللي واحد منهم بيقول له يا كابتن حرام عليك دي الكرة عدت الخط الرجل الحكم يعلن عن موقفه وعن عقدته وعن اتجاهه ويرد بعصبية هو أنتوا عايزين كل حاجة تتحسب لكو هو أنتوا عايزين كل حاجة تتحسب لكو وبصوا الموقف وبتكلم بمنطقة العصبية فأحد الزملاء الفنيين في القناة قال له يا كابتن حرام عليك ده مصر كلها شافت الكرة عدت الخط قال له يا سيدي خلاص خلي مصر كلها تحسبها لكو وبيضحك باستهانة واستخفاف دي رواية لشو دعيان أنا بتحفظ على أسمائهم لكن موجودة بس كمان اللي بيأكد ده إيه الكرة لأي حد عنده أدنى قدر من العقل والمنطق هيحسبها عدت مية في المية ليه؟ الكرة يا جماعة اللاعب اللي أنقذوا الكرة رجله اليمين على الخط رجله اليمين الثابت على الخط مد رجله الشمال طلع الكرة قلولي أي حد عنده بتعريف عقل إزاي ما يحتسبش أنه الرجل الشمال اللي اتحركت تطلع الكرة اليمين مرتكز على الخط المرمى يبقى الشمال راحت فين؟ تجاوزت بمراحل تجاوزت الخط يعني الكرة الجوة قوي لو سبتت وانتوا شفتوا رجل إسلام إسلام جمال رجله الثابتة على خط المرمى الشمال هتروح فين؟ أنا بثبت رجل اليمين وبمد رجل الشمال قدامي إذا كانت اليمين مع ضوء على الخط الشمال هتروح فين؟ يعني ده الحاكم عشان يشوف دي أخطاء بديهية دي وقائع بديهية أول ما شفتها هنحسب على طول أنت أنت عديت اليمين على الخط هيا شايفيني اليمين فين؟ طب هو لما تبقى اليمين على خط المرمى الشمال هتتمدى تروح فين؟ هترجع وراه يعني؟ ده ألف بقى منطق وألف بقى عقل وألف بقى أي حاجة عشان كده الرجل رد على الناس اللي سألوه بعصبية ويتفرج عليها في 17 ثانية أنت متخيلين أن خطأ زي ده في كرة دخلت المرمى يتفرج عليها في 17 ثانية والكابتن إبراهيم نور الدين عشان يبرق نفسه يقولك بس يوني قال لي في السماعة إلعب إلعب مفيش حاجة إلعب إلعب مفيش حاجة إلعب إلعب مفيش حاجة زي؟ ده منطق وعقل يا راجل ده بقولك اللاعب رجله اليمين على الخط بلاش رأينا الناس كلها بقى اللي عمل الأبعاد السلسية والأبعاد الخماسية والأبعاد المقطعية وحاجات كتيرة قوي هندسية سمعنا عنها لإثبات الواقعة أو بيانها الكابتن عاد العقل واحد من المحللين التحكميين اللي في اليوم السابع برضو تعرض لهذه الواقعة ما أنا بقولكو في الأراء الجازمة بره ولا جوه احسبوا رأينا مش موجود هنروح للكابتن عاد العقل المحلل التحكمي في اليوم السابع ونشوفه قالها إيه ديها 41 سدد ياسر إبراهيم قورة برأسه وقورة عبرت خط المرمى بالفعل لما رجعنا للأعادات وعملنا لها الهدوكيات الهدوكيات والأبعاد الهندسية لأن القرى عبرت خط المرمى تقريبا بحوالي 20 سنتي 25 سنتي تمام؟ وبالتالي كان يجب على على سنائي الفار اللي موجودين في الكابينة محمود بسيوني حسن سلطان أنهم يتدخلوا وأنا أعتقد أنها برضو كان المساعدة يعني هاني عبد الفتاح كان عنده فرصة كبيرة أن هو يقول أن القرى عبرت خط المرمى ولكن طبعا الغريب أنه ما حصلش تدخل الغريب أنه ما حصلش تدخل الغريب زي ما الكابتن عاد العقل بيقول وبالمناسبة لجنبه الزميل العزيز عمر الأيوبي مدير التحرير للقسم الرياضي في اليوم السابع هو رجل كان مشرف على برنامج زمال كاوي يعني هو الرجل مش أهلاوي ومع هذا الرأي واضح جدا حتى هو بيسأله إيه كابتن قال له لا الكرة عدت واضحة وهو مستغرى بالكابتن عاد العقل إزاي كل دول ما استوقفتهم شدية إزاي ما استدعهوش أنا حبيت أسأل هو الحكم يستنى الحكم الفار يلفت نظر ولا هو ممكن يطلب سألت أكتر من خبير تحكيمي قال لي لا الوقاع الأربعة المحادسة مشتركة بمعنى أنه الحكم يقدر يقول له شيك لعددي ويقول لي شوف لي دي إيه وابلغني بسرعة مدام هو مش شايفها أو مش متأكد منها يقدر يقول له على أي حاجة من الأخطاء الأربعة في البروتوكول الطرد الهدف ضربة الجزاء اللعب المستحق للعقاب أنا كحكم دي تنظر للعب سين بس الفار شاف أنه لا اللي ياخده الإنذار صاد لأنه صاد هو اللي ضرب مش سين فيصحح له هوية اللعب المعاقب أو الكرة جون أو مش جون أو فيه بنالتي أو مش بنالتي أو اللعب ده يطرد لارتكابه خطأ دي الأخطاء الأربعة إبراهيم نور الدين بس يوني بيورطك ومش عايز يقول لك أنت ليه ما طلبتش أنه أنت تعمل مراجع عليها عشان الكابتن عادل عقل يقول لك أنا مستغرب هو ليه ما أصرش على موقفه يا كابتن إبراهيم ده أنت أكتر حكم احتسابة ضربات جزاء في المسابقة ده أنت حكمت سبعتاشر مباراة لغاية مباراة حسب سبعتاشر بنالتي يعني بنالتي في كل مباراة جات عندي دي ووقفت ده منطقي طب ده رأي الكابتن عادل عقل وشفته إثباته للموقف الكابتن رضا البلتاج بكل خبراته كرئيس سابق بقى لجنة الحكام رأيه وإيه في اللي حصل اللي أنا شوفه وفقا تصير واللي أنا شوفه بحسابتي لكن أما عاهمني عندي وقف قدام حاجة أندي المدارسة اللي بطلع الكرة نفسه كد إحدى قدميه تقريبا على الخط أنا بحلل أهي بتحلل ما تراه قدامك على الصور رأيه تاني مفهودة داخل المرمى تجيلي احتفن دي أقرب الهدف ده اللي أنا برغوله لكن أنا شايف أن القدم المتنية على الخط المرمى على الخط تمام القدم الأخرى بكامل انتدادها داخل المرمى بالتحليل نقول الكرأة أقرب الهدف بالتحليل والمنطق الرجل المتنية السابتة على خط المرمى التاني مفروضة على استقامتها جوه الشبكة يا كابتن إبراهيم أو يا كابتن باسيوني الحقيقة لأنه بتاعه هو كل حاجة عايزينها تتحسب لكو أو كل حاجة حق تتحسب لنا أنت مش هتبقشش على الأهلي أنت فيه خطأ تحفظه تديه سواء للأهلي أو لطلاعي جيش أو لأي حد أنت مش هتدي حاجة من عندك أنت بتحفظ مهمتك حفظ العدالة بين الفرق المتنفسة مش أكتر لا أنت بتجب على الأهلي ولا أنت هتتخدم على الفريد ده أو على ده أنت بتحفظ مقاومات العدالة بين الأطراف اللي في الملعب مسئوليتك حماية القانون وإنفاذه مش مسئوليتك التعامل بكل هذه العصبية ورفض حتى أن أنت تشوفها أو تقول للحكم اللي يتحمل المسئولية طبعا هو في النهاية سيد الملعب أو هكذا يجب أن يكون المسألة أي لعيب كورة مش حكم حتى كابتن شبير لما شافها الرأي وفقا لمنطق الرجل الثابتة على الخط يبقى التانية فين لكابتن شبير مع كل احترامي اللي السري دي يعني نحسبها كده شوية الرجل السابتة الإسلام جمال على خط المرمى بالزبط الرجل السابتة الإسلام جمال على خط المرمى بالزبط الرجل دي المسافة دي اللي قدام حضراتكو دي المسافة دي كده بتاعت قيمة مسافة الرجل بتاعت إسلام جمال من ستين إلى سبعين سنتي من ستين إلى سبعين سنتي لأنه دي سبقى خلاص الرجل اللي على الأرض لو رجلي مش متنية كنت ممكن تبقى صعب ان انت تبضل تحللها وتقولها فدي رجل على الخط ورجل جوه بمساحة بمسافة كويس اللي يشوف اكتر هو الفار هو كان الفار هنا كابتن محمود باسيوني يقول لكابتن ابراهيم نور الدين الكرة دي هدف يعني هنا كانت مسئولية الفار لانه في الملعب خلاص لا ده ادى ولا ده ادى لكن بحس لعيب الكرة انا بقولك انا بحس لعيب الكرة بسنس لعيب الكرة لقى الكرة عبرت الخط وكانت هدف ده بحس لعيب الكرة زي ما كابتن شوير بيقول اللي يا كابتن وجيه ما كانتش مخترع محتاجة حاجة محتاجة ان الرجل اللي انت بقعده في الفار ده فعلا يكون حريص على اقرار العدالة بين الفرق حريص ان يده كل فريق حقه مش انه هو يتعامل بالطريقة دي ابدا وانتوا عايزين كل حاجة تتحسب لكو لا عايزين كل حاجة صحة تتحسب لنا وكل حاجة صحة وحق تتحسب لأي فريق مش بالطريقة دي ابدا كرة انت بتحكم فيها في 17 ثانية في 17 ثانية شفتها وحسمتها ومش عايز تتفرج والناس اللي حوالين منك خلاص 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 ايه ده الرجل اللي طلع على الكرة يا رجل الرجل اللي انقذها نفسه مش عارف هي برا ولا جوه اسلم جمال بنفسه نسمعه طب انت اتصلت بقى انت يا رجل بتنتمي لنادي الزمالك ولعبت في نادي الزمالك اتصلت بشي كمالك وبركتله بعد الماتش والله يا كابتل انا لغاية دلوقتي ما الصراحة يعني معارف همشك تليفوني خالص من الناس اتصل بيه ها يعني ستيو بتتصل بيك تبارك لك على ايه على التعادل ولا تبارك لك على فوز زمالك ولا ايه لا على فوز يعني الدوري قرب لذزة كبيرة يعني الناج الزمالك اه اه الحمد لله ممكن يكون انا السبب من السبب طيب كرة الناج اللي قال لعدة الخطة ولا معدتش اسلام والله يا كابتل المجد والله كمان برا انا ساعتها مش عارف انا رجلية جوه لبرا واسلام انت ايه واسلام انت ما شوفيش اه عشان عشان دي الشهادة دم ربنا يعني حرام الله العظيم انا مش شوفتاش شعلا بجانب لا التصوير اللي هي تصورت منه والزاوية دي اه اللي شوفها اه عشان ما فيش حاجة اه ينبول مش هتكلم على اللعب النظيف ومش هتكلم على مكالمات التهاني اللي عمال يتلقاها اللعب ومش هتكلم على مشاعره اللي بيتكلم بيها مش هتكلم عليها لان احنا بصدد الحديث عن الحالة التحكمية لكن هذه الكرة الملتبسة اللي خلت اللعب اللي انقذها هو نفسه كابتن بسيوني يخسم بالله العظيم انه ما شافها ولا يقدر يحكم ولا يقدر يقول رجله فين رجله فين ما يبقى هنا رجله فين ده رجله جوه الشبكة لانه اليمين السابت على القط رجله التاني هتروح فين لكن ايه رأيك فين الحارس نفسه بسام اللي الكرة قدام عينيه نشوفها التبست عليه بنسبة قد ايه ومع هذا بسيوني ما التبستش الكرة اللي عدت من فوقيك بعد عرضية كهرباء ورأسية ياسر إبراهيم هي الجدلية قوي دي الوقت الناس كلها بتتكلم عليها هل عندك اي انطباع عدت ولا ما عدتش شفتها ما شفتهاش والله يا كابتن بصي هانية انا انا دلوقتي انا في الموتش انا نفسي ملحيتش اشوفها لانما لا رجع بظاهري بل في الظاهري فأنا ملحيتش اشوفها لكن في الكاميرا في الصور اللي موجودة بره يعني لازم والله بجد مش عشان فيها او طبع الجيش لا اهي لازم داني يعني احنا تحسب عليها جون السنادي بنفس الطريقة في موتش المحلة وما تحسبش بالظبط وما تحسبش على حراس تانية بنفس الطريقة اه بنفس الطريقة يعني هي هي بالظبط فالحاجات دي بتمحتاجة ولا حتى فار ولا اي حاجة هي اللي بيادة ريفري فيمكن بعد الكرة بتاعت انا في موتش المحلة ما بقاش حد يحسب الكرة دي غير لما تبقى مية في البيع صح طيب وفي في فيديو اخر بس هام قالك الكرة ممكن يكون تلتها يقول لك قانون بيقول لك لازما بكامل استدارتها يعني حتى اللي انقذ الكرة والحارس اللي قدام عينيه العملية ملتبسة عليهم بالله عليك يا كابتن ابراهيم نور الدين لما يكون اللعب اللي انقذها واللعب اللي شايفها قدام عينيه مش مش قادرين يحكمه انت زي ما ترجعش للفيديو انت زي ما ترجعش للفار انت زي ما تطلبش منه يشاك عليهم مرة واتين وثلاتة ده انتو بتوقفوا الموتشاط عشان حاجات هيفة اربع دقاية جون لفرقة في الفترة دي في الزمن ده من المسابقة ما ياخدش منه الا سبعتاشر ثانية والعب 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 يلا هم عايزين كل حاجة دي ما يحصلش عليها ان انت توقف وبعدين ده في نفس اليوم في نفس اليوم الزمالك بيلعب مع ودي دجلة بنشارع بيشوتوا الكرة من بره تخبط في العرضة وتدخل الملعب تدخل الملعب بشكل واضح كبتن الصباحي حاكم المباراة تيت جون واللاين مان معاه رفع الرايق جون على وجه السرعة حاكم الفار محمود عشور شافها رجع استنى الكرة دخلت الملعب ما دخلتش الجون فتلقى الهدف اقصد اقول على سرعة القرار هنا سرعة قرار وتلبية وهنا رفض تام لأي حاجة يا جماعة لا الفار لما اتعمل اتعمل لإقرار العدالة وضمان حصول كل فريق على حقه ادي الزمالك حقه القانوني والطبيعة والمشروع ودي الاهل حقه القانوني والطبيعة والمشروع ودي طلع جيشه كل الفرق لانه تقنيت الفار عملت علشان كده فرصة للمراجعة بالنسبة للحاكم عشان ما حدش يتظلم لكن عشان يحصل ده مع الاهلي ده كان موسم غريب الاهلي لا يبتعد عن صدارة الدوري في ظل ظروف طبيعية اديني الظروف شبه طبيعية حتى هقدر اتعامل معاها لكن بالفار وقراء خبراء التحكيم مش رأينا عشان ما يتقالش ان احنا بنجيب ناصر عباس او بنجيب رأينا مش هنقول رأينا خالص لكن الجدول اللي قدامكم ده بيقول لكم خلاصة لعبة الفار في الموسم ده خلاصة هذا الفار اولا قبل ما نروح للحساب الخطأ ده نفسه المباراة دي نفسها اجايب يحط دماغه لعب الجيش رجله في لأ حنشوف الاول امباراة ادي اجايب يحط دماغه ولعب طلاع الجيش رجله في وش اجايب مين الحكم ابراهيم نوردين والمدافع هو نفسه اسلام جمال الرجل يعني تلقى مكلمات كتيرة للتهاني فمن حقه يلعب بكل الحمس ده الحياة لكن بصوا هذا الخطأ اللي استوجب ضربة جزاء لم تحتسب للنادي الاهلي اللي محسبش الرجل اللي دخلت جوه الشبكة كان هيحسب ديات ده اسلام جمال ده نفسه تقريبا رجله قربت تلمس الشبكة ومع هذا الأخ فاسوني قالك لا ما عديتش عايزه يحسب ديه لكن ابراهيم نوردين ذات نفسه ذات نوره ذات شخصه في نفس اللعبة الموسم اللي فات مع الاهلي بيلعب مع الاتحاد السكندري كان وقتها أحمد فتحي لسه في الاهلي بيطلع كورة من على خط المرمى بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه الحاكم تيت ضربة جزاء طرد أحمد فتحي أنا هنا بتكلم بقى على هذه الازدواجية القاتلة في المعايير نفس الحاكم لنفس الخطأ مع نفس الفريق السنة اللي فاتت ضربة جزاء وطرد وانبارح لا ولا في حاجة في ازدواجية مخلة في المعايير أكتر من كده في أكتر من كده مباراة أول امبارح لا مش هحسد والسنة اللي فاتت يحسب ويطرد بنفس الشكل والحاكم ما يستدعوهوش بس ده طرف مننا بحقيقة نحن ننتظر النباسيون اللي ساب الكرة في الشبكة ومش عايز يحسبها كنت عايزين نحسب ضربة جزاء دي لا ده طرف ده احنا كده متفائلين قوي لكن نتفائل ازاي في موسم زي ده وزي ما قلتلكم الاهل اللي لا يفقد البطولة وفرصتها في الظروف طبيعية لازم تتدخل عوامل كتيرة في التحكيم تأثر على مجريات العدالة وزي ما قلنا لكم علشان ما نبقاش بنطالب بحاجة مش حقنا هنحتكم فقط لقراء التحكيم او خبراء التحكيم الجدول اللي حتشوفوه ده ده الجدول الكاشف ولعله الكاسف كمان لانه لما ألاقي اخطاء التحكيم ضد الاهلي في موسم 2021 اجمال النقاط اللي تسبب فيها الحكام في ضياع 15 نقطة من النادي الاهلي ما تكلمنيش بقى ان الاهلي متأخر دلوقتي ب4 نقط بقولك 15 نقطة والرأي مش رأينا مش هنقول رأينا أبدا هنسمع رأي كل خبير تحكيمي في كل واحدة هقوله لكم بسرعة وبعد كده نتناولهم بالفيديو الاهلي بيلعب مع وادي دجلة كان الحاكم احمد الغندور الخطأ في ضربة جزاء لبكهم رفض احتسابها الاهلي فقد نقطتين الاهلي والبنك الاهلي محمد سلامة الغاء هدف لأي من أشرف صحيح خسر الاهلي نقطتين زي ما خسر نفسه النقطتين وهو بيلعب مع بيرامدز والحاكم جهاد جريشة ضربة جزاء لمحمد شريف وإلغاء هدف لبواليا الاهلي بيلعب مع المحلة الاهلي خسر 1-0 في وجود محمد معروف هدف للمحلة منفول وهمي ضربة جزاء لمحمد هاني وتجاهل طرد المدفع المحلة ثلاث أخطاء ليست واحدة بل ثلاثة الاهلي يفقد ثلاثة الاهلي بيلعب مع الزمالك النتيجة 1-1 في وجود أمين عمر ضربة جزاء لرمي ربيعة عشان يفقد الاهلي النقطتين الاهلي مع الإسماعيلي الماتش خلص 0-0 محمد الحنفي ما احتسبش ضربة جزاء لأجيه عشان الاهلي يفقد نقطتين ويفقد زيهم هو بيلعب طلاع الجيش في وجود الأخ إبراهيم نور الدين ومساعده محمود بسيوني في الفار لتجاهل هدف ياسر إبراهيم عشان تكمل الخمستاشر نقطة خمستاشر نقطة هدف لياسر إبراهيم بدماغه وبنالتي لأجيه لم يحتسب فيكون النتيجة خمستاشر نقطة واحدة واحدة بالهداوة مش رأينا مش هتسمعوا رأينا في أي حالة احنا قلنا لكم من الحكام في كل مباراة والنتيجة كانت هي هنشوف الأول كابتن أحمد الشنوي وهو واحد الحياة من الخبراء الثقوة بقى من المرجعيات التحكمية اللي هو ومعاك كابتن سمير محمود عثمان ومش في قناة الأهلي في قناة أون تايم سبورت القناة المتعاقدة على نقل الدور المصري تحليلهم للوقاع واحدة بواحدة ومش هتسمعوا رأينا هتسمعوا فقط رأي خبراء التحكم مش في قناة الأهلي مش في قناة الأهلي في قناة أون تايم الكابتن أحمد الشنوي يتحدث عن إلغاء هدف صحيح لمحمد شريف في مرمى المقصة نشوف شوفوا بقى اللي أنا هعمله الخط عشان الناس بتقولش الخط ده صناعتنا هنشوفوا الخط لما يطلع التاني هنمشي على خط المنتصف هنمشي زي ما انت شايفينه كده هوا شارب معاه بالزبط إذا الخط ده لمعوجي مين ولا شمال مع خط يرجع تاني يعني رجعه تاني أهو مع اللعيب فين التقدم للاعب النادي الأهلي أنا أعتقد أنه هو أشار أنه متقدم بكتفه بكتفه فين زكال اللي هو مش معد ده إيده لنزلة والقدم أنا أقول الله حضراك أنا أعتقد أنه أنا أعتقد هو اللي عمله خط التسلل عمله بشكل خاطر هو ده السبب لكن التسلل مش موجود الهدف صحيح مئة في المئة يعني والهدف صحيح مئة في المئة ده الكابتن الشناوي طيب جي الأهلي بيلعب معه ودي دجلة كابتن أحمد الشناوي بيشرح ضربة جزاء لبكهم لم تحتسب على أثارها خسر الأهلي نقطة ين يعني عايزة أقف حاجة هنا إيد لو تشدت خلاص عاقة الحركة فبالتالي هنا واضح جدا من لاعب دجلة وهو بيشد لاعب الأهلي وعتلاقوا اللاعب حتى يعني مش بيقع للأمام لو هو بيمسك ليه بيقع لورا معناها أن الشد يعني جابه عكس التجاوة فبالتالي هنا طبعا هنا الخطأ وده خمضة الجزاء كانت لابد الخطأ موجود وراكة الجزاء يعني طيب أحمد الشناوي عن هدف ملغ الكهرباء خطأ الحكم الغاء هدف صحيح للأهلي أحرزوا كهرباء في سيراميكا إلى أهل فاز لكن الخطأ لم يحتسل المساعد أحمد حسن طه لقوله برافو طبعا تمركز رائع وإحنا عملنا خط التسلل وزي ما شايفين كده البيرو اللي عندنا الخط قدي قدم اللاعب هناك ورا أنا شايف أن يعني لاعب النادي الأهلي بعيد تماما عن التسل معرفش التقنية للاستخدمها برافو إن هو واقف بشكل وما رفعش رفع بعد انتهاء يعني بعد ما انتهت الهجم أياً كان تحت جننني في الآخر لغ الجوم مش هو هو لا مش هو يا كابتن خد وقت فيها أفسادة لا فيهاش أفسادة لا أنا بالنسبة لنا هنا ما عنديش تسل يبقى فيش ما فيش برافو المساعد طيب الأهلي بيلعب مع البنك الأهلي العملية في بيتها الأهلي والبنك الأهلي حكم الساحة محمد سلامة وحكم الفار الشناوي عمر الشناوي النتيجة صفر صفر للأهلي لكن الحكم الإنجليزي بقى كان ميدو الحقيقة عمل حاجة كويسة اتصل ب ديرمونت جالاجر عشان يعرض عليك واحد من خبراء التحكيم الإنجليز هذا الهدف اللي تلغى للنادي الأهلي نشوف رأي إنجليزي كمان مش رأي الشناوي في هدف صحيح ملغي للأهلي I think it's a good goal I think the forward has every right to challenge for the ball strange enough we had an incident like this in the Premier League last week with Harry Maguire who made a similar challenge the referee disallowed it and we all felt as pundits that should be a goal but Alan Shearer was at pundit last week and I said to him if you're dislocking goals like that he'd have lost 60 off his total in the Premier League so I think the forward will be a little bit upset with that one لأنه لدي كل هدفة على فتح قمتها في شاء البيئي فأحذره إلى فتح قمتها وكانت شرع أن الريفير قمتها اللي هو في الحالة دي ايمن اشرف عنده كل الحق ان هو يروح للكورة انا عن نفسي كنت انا شايفها مش جول هو بيقول ان هو دخل في ارجمنت مع الان شيرر الاسبوع اللي فات في الستوديو في انجلترا في هدف برضو مماثل على ماجواير و الان شيرر كان بيقول ان هي فاول وهو قال ان هي مش فاول فهو بيقول ان الجول بتاع النادي الاهلي جول مية المية وهو متفاجئ ان الكورة او الحكم راح للفي ار ولغى الجول جبنا حاجة من عندنا الرجل الخواجة الانجليزي متفاجئ متفاجئ ان في حكم يلغي الكورة دي ده لا الاهلي ولا قناة الاهلي ده احمد حسين ميدو ابن الزمالك وده حكم انجليزي قال له انا متفاجئ ان دي تتلغي لانه لما كورة زي دي تتلغي فرص المهاجمين معظمها او اهدفها هتتلغي على فكرة كمان الكابتن سامير عثمان كان له رأيي في نفس اللعبة الهدف رأيك في ايه انا لو حكم مباراة هحسب الهدف ومش هرجع للطار لو عيد نادي الاهلي سامد قبل ما يلعب الكورة لو سامد قبل ما يلعب الكورة هنقول هنا ايه اهي 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 بقى في خطة انما هنا لما نشوف هتلاقي لعيد نادي الاهلي وهو طاير فرصه خلاص علشان كده لما يكون حكامنا على هذا القدر من الكفاءة والامتياز والتميز يبقى الاخطاء دي مش طبيعية ما هو يا اما دي اخطاء تقديرية نتيجة قلة الخبرة نتيجة ضعف المستوى نتيجة معرفش اي اسباب تحتاج مننا دعم ومساندة ومساعدة كحاكم بشر يا اما هو على هذا القدر من الكفاءة العالية اللي الاتحاد بيشيد بيها فيقول لنا رأيه ايه في اللي بيقوله خبراء التحكيم وحتى اللي بيقوله الخواجة الانجليزي المندهش ازاي الكورة دي بتتلغي